الدرس 3. تفسير عملية الرؤية لابن الهيثم الهدف أدرك أن رؤية الأجسام لا تتم إلا بتوفر عنصرين هما الضوء والعين أتنبه وأبحث كلما غابت الشمس وعم الظلام إلا وأضيئت الشوارع بمصابيح التنوير العمومية لماذا؟ عند حلول الظلام تضاء الشوارع بمصابيح التنوير العمومي لتسهيل عملية الرؤية وتجنب وقوع حوادث السير ينام الدجاج حالما تغيب الشمس بما أفسر ذلك؟ أفسر ظاهرة نوم الدجاج حالما تغيب الشمس بأن هذا الأخير لا يمكنه الرؤية في الظلام وانعدام الإنارة هل تجهز المغازات واجهاتها بالأضواء للزينة فحسب؟ لماذا إذن؟ لا، المغازات تعتمد تجهيز واجهاتها بالأضواء للزينة ولجلب الزبائن لتمكينهم من رؤية المعروضات بشكل واضح ومغرن أفكر، تنصح إدارة الطب المدرسي الأطفال في كتيب الوقاية من حوادث الطرقات بي؟ واحد، ارتداء ثياذ فاتحة اللون واستعمال مادة عاكسة للأضواء على اللباس الخارجي أو على المحفظة أو على الحذاء في الليل اثنان، عدم التحديق في أضواء السيارات عند ملاقاتها ثلاثة، المزيد من الاحتياط واليقضى عند نزول الأمطار وكثرة الضباب عند غروب الشمس وطلوعها أعبر، أبين وجهة هذه النصائح وأهميتها لتفادي أخطر الطريق تعتبر هذه النصائح مجدية بعض الشيء لتفادي وقوع الحوادث وذلك من خلال الاعتماد على بعض طرق ومبادئ السير وكذلك تمكين سائق وسائل النقل من رؤية التلاميذ ليلا بفضل استعمال مادة عاكسة للأضواء والتي تكون متواجدة على المحفظة عادة أجرب وأتثبت النشاط الأول أخذ كراسي وأطفئ المصباح الكهربائي ثم أحاول أن أكتب جملة على السطر كيف كانت النتيجة؟ أفسر ذلك حتماً النتيجة ستكون كارثية بعض الشيء أولاً الجملة لن تكون سوية بتاتاً ثانياً إمكانية كتابة بعض الأحرف فوق بعضها وإن لم تكن كذلك فستكون متلاصقة بشكل يصعب علينا قراءتها حتى وكل هذا بسبب انعدام الإنارة النشاط الثاني أعيد نفس التجربة بإضاءة الغرفة هل أتمكن من الكتابة على السطر؟ لماذا؟ عند إضاءة الغرفة وإعادة التجربة سنتمكن من فعلها بنجاح وذلك لسهولة الرؤية النشاط الثالث أخذ مكشافاً مضيئاً وأوجهه نحو عيني ثم أحاول قراءة نص من كتابي هل أستطيع ذلك؟ لماذا؟ عند أخذ مكشافاً مضيئاً وتوجيهه نحو عيني لن أتمكن من قراءة النص وذلك لتعرض العين لمصدر ضوء عال خلف لي صعوبة في رؤية الأشياء وكأنما تم حجب العين بغلاف النشاط الرابع أعيد نفس التجربة موجهاً ضوء المكشاف نحو الكتاب هل أستطيع قراءة النص؟ لماذا؟ نعم أستطيع قراءة النص لأن الضوء في هذه الحالة مكننا من رؤية الحروف وإضاحها بشكل جيد النشاط الخامس تمثل الصورة بنتاً تقرأ بطريقة براي باستعمال حصة اللمس بأناملها لماذا؟ سبب اعتماد هذه البنت حصة اللمس بأناملها هو أنها تعاني من فقدان البصر استنتج على كراسي العين السليم ضروري لعملية الرؤية الضوء ضروري لعملية الرؤية الأجسام المضيئة والمضاءة المنيرة تبعث فراغ إلى أعيننا فنتمكن من فراغ العين السليم ضروري لعملية الرؤية الضوء ضروري لعملية الرؤية الأجسام المضيئة والمضاءة المنيرة تبعث الضوء إلى أعيننا فنتمكن من الرؤية أطبق النشاط الأول أعمر الجدول بوضع العلامة قاطع ومقطوع في الخانة المناسبة نوعية الرؤية رؤية واضحة رؤية غير واضحة رؤية منعدمة الإضاءة للعين السليمة منعدمة ضعيفة معتدلة قوية جدا نوعية الرؤية رؤية واضحة الإضاءة للعين السليمة معتدلة رؤية غير واضحة الإضاءة للعين السليمة ضعيفة رؤية غير واضحة الإضاءة للعين السليمة قوية جدا رؤية منعدمة الإضاءة للعين السليمة منعدمة النشاط الثاني أكتب رقم الجزء المضاء من نموذج الكرة الأرضية الإصطناعية واحد أم اثنان الجزء اثنان هو الجزء المضاء من نموذج الكرة الأرضية الإصطناعية أقيم مكتسباتي هل بإمكان هذه البنت العصور على حذائها في هذه الحالة؟ لماذا؟ لا، لا يمكن لهذه البنت العصور على حذائها لأن مصدر الضوء غير موجه في المكان الصحيح ترجمة نانسي قنقر